كنار اضريمت في هشيم يتسع خطر تفشيها المخدرات الافة الاكثر نهشا في جسد المجتمع خطورتها تتضح بمدايات اتساعها بعد انكشفت لنا مديرية مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية عن الاحصائيات والارقام الخاصة باعداد المدمنين والمتاجرين واكثر المواد المخدرات تعاطيا اكثر من 1280 متهم بالتجارة والترويج والتعاطي وتم ضبط اكثر من 490 كيلوغرام من المواد المخدرة طبعا هاي اعلى نسبة من 2004 لحد الان فيما يخص المواد المخدرة اكثر انتشارا مو بس في العراق بالوطن العربي كله هي الكريستال والحشيشة اللي تنتشر في وسط وجنوب العراق وتدخل عن طريق محافظة الميسان ومحافظة البصرة احصائيات المدمنين مؤشيرات مقلقة خصوصا وان الوقوع في فخ الادمان غالبا ما يكون من فئة الشباب اما عوامل تعظمها فتقول وزارة الصحة انها مرتبطة بسوء الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعوامل اخرى مركبة لكنها مستمرة بتقديم الخدمات للمتعاطين لحين تأهيلهم حقيقة الاسباب هي كثيرة ومتنوعة خاصة في مجتمعنا للشباب منها اجتماعية ومنها صحية ومنها شخصية حقيقة احنا كمستشفى تخصصي مستشفى بالرشد للطب النفسي عدنا ردها كاملة وعدنا خاصة باستقبال الذين يتعاطون المخدرات والمدمنين بوصلة الاحداث في ملف المخدرات تشير لتحذيرات من تفاقم آفة الادمان المزمنة خصوصا وان العراق تحول من مجرد ممر عبور في طريق تجارة المخدرات الى ساحة شبه مفتوحة لتعاطي المواد المخدرة والمتاجرة بها من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنقر